السيد حيدر ويتوت فأدعوه إلى المنصة لإلقاء البحث الموسوم الحفاظ على البيئة وصحة الأبدان في فكر الإمام الكاظم عليه السلام نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد بعد أن يقدم الدكتور مصطفى ملخصا عن سيرته العلمية فليتفضل مشكورا عن دكتور مصطفى الباحث جناب السيد حيدر موسى ويتوت الحسيني محل وتاريخ الولادة بابل الحلة عام 1967 التحصيل العلمي بكالوريوس هندسة العمل الحالي وحدة تحقيق المخطوطات في مركز تراث الحلة عنوان السكن الحالي في بابل له نشاطات علمية ومؤلفات علمية منها مزارات الحلة الفيحاء وإيمان جد النبي صلى الله عليه وآله وأبويه عليه السلام وقعة الحرة وغيرها من النشاطات العلمية نستقبله ونستمع إلى ملخص بحثه بالصلاة على محمد وآل محمد على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله الطاهرين محمد وآله محمد يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه إنا توجهنا يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله إشفع لنا عند الله اللهم صلي على محمد وآله محمد سادتي أصحاب السماحة العلماء الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمقامات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحثي هو بعنوان الحفاظ على البيئة وصحة الأبدان في فكر الإمام الكاظم عليه السلام لا بأس أن أتلو على مسامعكم الكريمة شيء من المقدمة البحث بعد تحميد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله لا غر وأنه من الجوانب المهمة التي تسهم في تأسيس مجتمع سليم قائم على أسس البناء الصحيح لجميع مرتكزاته الحياتية والدينية والأخلاقية هو صحة الأبدان والأرواح والعناية بها وسلامتها من أي ضرر مادي أو معنوي لما لها من تأثير كبير على حياة الفرد والمجتمع وتنظيم شؤونه وتثمير عطائه ونتاجاته ومن ثم فقد أولت الشريع الغراء اهتماما بالغا بسلامة الفرد والمجتمع وتحصينه من العللي والأمراض البدنية والنفسية والحث على نظافة الأجسام والنفوس وسلامتها وتطهيرها من الأوساخ والأدناس ومن كل ما قد يصيبها من ضرر أو أذى وبما يضمن لها الحياة الكريمة الطيبة وسعادة الدارين ولا يخفى على كل ذيلب أن الطريق الأمثل والمنهج الأكمل لتحصيل ذلك وتحقيقه هو العمل والالتزام بما ورده عن المعصومين عليهم السلام سادات الأمة وينابيع العلم والحكمة والتمسك بما جاء عنهم عليهم السلام من وصايا وإرشادات في هذا الباب المهم من الحث على تطهير الروح والجسد على حد سواء وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم بئس العبد القاذورة وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الصحة أفضل النعم وكقوله عليه السلام صحة الأجسام من أهنأ الأقسام وعنه أيضا صلوات الله عليه زكاة الصحة السعي في طاعة الله ولما كان ما صدر عنهم عليهم السلام في هذا الباب إنما صدر من سراج واحد ومشكات واحدة هي مشكات آل محمد عليهم السلام فقد كان الهدف من بحثنا المتواضع هذا الوقوف بصورة خاصة على بعض ما ورد عن سابع الأوصياء وشمس الأصفياء الإمام الهمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام من أحاديث وروايات أفصحت عن جواهر وكنوز من علوم الإمام الحق في هذا الجانب المهم من حياة الإنسان وصحة الروح والبدن ثم لعظيم مقام الإمام الكاظم وجلالة شأنه عند الله تبارك وتعالى أن جعله من نوافذ الرحمة الإلهية ووسائل العناية الربانية في استجابة الدعاء وكشف الضر والبلاء فكان من كراماته عليه السلام الباهرة العلية وخصائصه الكاملة الجلية عند الخاصة والعامة أن العافية تلتمس به وتطلب عند مضجعه المطهر والتوسل به وبحقه عند الله تبارك وتعالى من أجل الوسائل وأعظم المسائل لمن رام الوسيلة إلى إجابة الدعاء وطلب العافية والشفاء والاستشفاء ببركة اسمه المعظم وقبره المكرم صلوات الله وسلامه عليه فهو الترياق الأكبر والكبريت الأحمر الذي فيه الشفاء والدواء والكفاية والغناء وهذا أمر لا يسع المقام ذكر شواهده وبراهينه وقد ورد عن مصادر الخاصة ما يدعم ذلك فما شئت فحدث ولعل من المهم أن نذكر ما رويه عن الشيخ الجليل نظام الدين سليمان بن الحسن الصهرشتي أو الصهرشتي على اختلاف في ضبط اللقب وهو من تلامذة الشريف المرتضى وشيخ الطائف الطوسي قدس الله أسرارهم بسنده عن الشيخ الجليل الثقة أحمد بن علي النجاشي صاحب كتاب الرجال في ذكر كرامات المعصومين عليهم السلام في خبر ينقله في هذا الكتاب المسمى قبس الإصباح وهو تلخيص لكتاب المصباح للشيخ الطوسي يقول في ذكر كرامات المعصومين وأما موسى بن جعفر فلتمس به العافية والحديث طويل نختصر فقط لتخص الإمام سلام الله عليه وأما في مصادر العامة فمنها ما ذكره الخطيب البغداري الشافعي وكذلك ابن الجوزي الحنبلي وصبته المعروف بصبط ابن الجوزي الحنفي عن الحسن ابن إبراهيم الخلال أنه كان يقول ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب كما اشتهر عن الإمام الشافعي أنه كان يزور قبر الإمام الكاظم عليه السلام ويقول قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدعاء وعن ابن الصباغ المالكي وهو المعروف أي الإمام الكاظم عليه السلام عند أهل العراق بباب الحوائج إلى الله وذلك لنجحي قضاء حوائج المسلمين ونيل مطالبهم وبلوغ مآربهم وحصول مقاصدهم إلى غيرها من الأخبار الأخرى أدال على هذا المعنى الشريف وقد رتبت بحثي بعد هذه المقدمة على ثلاثة محاور وخاتمة تضمن المحور الأول ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام من وصايا وإرشادات تتعلق بسلامة البيئة والحفاظ عليها والمحور الثاني فيما يتعلق بصحة الأجسام والأبدان وصونها من الأمراض والآفات والمحور الثالث ما جاء عنه عليه السلام فيما يتعلق بصيانة النفوس وطهارة القلوب والأرواح وسميته كما أسدفت بالحفاظ على البيئة وصحة الأبدان في فقر الإمام الكاظم عليه السلام أتلو على مسامعكم الشريفة قبل ما أخوض بالمحاور أكفائدة رجالية أو دعتها البحث انصح التعبير أنا أعتذر بحضور أصحاب السماحة المتخصصين أنه ما في الروايات في الأحاديث يرد اسم الإمام الكاظم ليس صريحا وإنما باللقب فعرجت على أنه أذكر ما لقب به الإمام الكاظم عليه السلام وكان يوصف بعدة ألقاب منها العالم والفقيه والعبد الصالح وأبي الحسن الماضي وأبي الحسن الأول صلوات الله عليه فهذا لأنه لا يريد الشخص يرجع للروايات كود يعرف أنه المقصود به هذا هو الإمام موسى الكاظم عليه السلام بالنسبة للمحور الأول لما كان نقاء محيط الإنسان وسلامة بيئته ونظافتها من أكبر المؤثرات الحيوية على حياة الإنسان وسلامته وصحة جسمه فقد أولت الشريعة هذا الموضوع اهتمام بالغ في التنبيه على مخاطره وآثاره ومعالجة مشاكله وآظاره الناتجة عن التلوث البيئي والانحدار الصحي فجاءت إرشادات أهل البيت عليه السلام وتعاليمهم لرد شر هذه المخاطر والآفات وكيفية التخلص منها ومن آثارها بالطرق والوسائل العلمية الناجعة النافعة ومن ثم يؤثر حديث لو كتبه بماء الذهب لكان قليلاً بحقه في هذا الباب وإن كانت هناك أحاديث عديدة للإمام صلى الله عليه وهذا الحديث حق له أن يكتبوه بماء الذهب ويعملون على دراسته وتبنيه والاستفادة منه كطريقة مثلى ومنهج قويم يقودهم إلى توفير بيئة صحية متكاملة مغمورة بالعافية فياضة بالخير ينعم بها الفرد والمجتمع على حد سواء وأحسبها من ذخائر أهل البيت عليه السلام في هذا الباب وهو حديث أين يحدث الغريب أو أين يضع الغريب في بلدتكم ومفاده أن إمام المذهب الحنفي أبو حنيف النعمان كان قد قصد دار الإمام الصادق عليه السلام وعند خروجه من الدار صادف أولاق الإمام الكاظم عليه السلام وهو غلام فقال له يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال صلوات الله عليه اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومصاقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت وقد ورد هذا الحديث الشريف في نصوص يعني متقاربة أو تكاد تكون متطابقة لا بس أن أتلو عليكم بعض منها في نص آخر يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار وشطوط الأنهار ومصاقط الثمار ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها فحينئذ يضع حيث يشاء وفي نص آخر توقى شطوط الأنهار ومصاقط الثمار وأفنية المساجد وقارعة الطريق وتوارخ الخلف جدار وشل ثوبك ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وضع حيث شئت وهذا الحديث حقيقة من الأحاديث التي في غاية في الأهمية لو يتبناها المشتغلين ببحوث البيئة والسلامة لأنه هذا تقودهم وتضع لهم في المنهاج مفيد جدا ونافع وممكن يكون أساس لكل ما يشرعون من القوانين التي تهتم بهذا الجانب يعني هذا هو بالنسبة للمحور الأول هذا من أهم الأحاديث وأحاديث أخرى حتى لا يطل علينا البحث جناب الدكتور فلنتقل للمحور الثاني اللي هو يتعلق بصحة الأبدان والأجسام يؤثر عن الإمام الكاظم سلام الله عليه العديد من الأحاديث المفيدة النافعة والنصائح الجليلة المتعلقة بصحة الأبدان والأجسام وكيفية سلامتها وحفظها من الآلام والأسقام ودفع الأمراض الموجبة لزوال العافية وفساد مزاج الأعضاء والوقاية من ضررها وأذاها بالمأثور من الآداب والسنن والعمل بالمستحبات والمندوبات وترك المحذورات والمكروهات وذكر فوائد بعض الأعشاب والنباتات اللي هي متعددة نذكر نماذج ذات سمحون نذكر بعض النماذج منها مثلا في التنظف والتطيب يقول سلام الله علي أربع من أخلاق الأنبياء التطيب والتنظف وحلق الجسد بالنورة وكثرة الطروق وثانيا مثلا في حلق شعر الرأس عن علي بن يقطين عن أبي الحسن سلام الله عليه قال سمعته يقول إن شعر الرأس إذا طال ضعف البصر وذهب بضوئه ونوره وطم الشعر يجل البصر يعني طم الشعر جزة أو قصة ويزيد في ضوء نوره وشعر الجسد إذا طال وهذا يعني حديث طويل مثلا على سبيل المثال في تقليم الأطفار وشفاء العين عن أحدهم قال رآني أبو الحسن عليه السلام بخراسان وأنا أشتكي عيني فقال ألا أدلك على شيء فعلته لم تشتكي عينك فقلت بلى فقال خذ من أطفارك في كل خميس قال ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يومي أخبرتك منها يعني في الحجامة وله عدة أحاديث في الحجام منها أنه عليه السلام قال لا تدع الحجامة في سبع من حزيران فإن فاتك فلأربع عشرة هذه أحد الأحاديث مثلا وحدة من الأحاديث الأخرى يقول الحجامة بعد الأكل لأنه إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وأخرج الداء وإذا احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداء فنصيحة يعني الإمام سلام الله عليه وأيضا في لبس الخواتم أيضا وفي خاتم الفيروزج عن علي بن مهزيار رحمة الله عليه قال دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام فرأيت في يده خاتما فصه فيروزج نقشه الله الملك قال فأدمت النظر إليه فقال لي ما لك تنظر هذا حجر أهداه جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجنة فوهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أمير المؤمنين عليه السلام تدري ما اسمه؟ قال قلت فيروزج قال هذا اسمه بالفارسية تعرف اسمه بالعربية؟ قال قلت لا قال هو الظفر طبعا إشارة من جناب الدكتور أختصر لأن أدنا المحور الثالث وكثير واقع الأحاديث التي انتخبتها من تراث الإمام الكاظم عليه السلام في هذا الباب إنه 91 حديث وهو لا أزعم أني استقصيت لأن استقصاء يحتاج إلى بحث وتنقيب وفحص ولكن حاولت أنه أصلت الضوء على أبواب حياتية كثيرة ومناحة كثيرة ممكن يستفيد من عندها القارئ ويوظفها في حياته المحور الثالث هو فيما يتعلق في صحة النفوس والأرواح ولا شك أن دواء النفوس وصحة الأرواح من لوازم سعادة الإنسان المؤمن وعوامل انتظام أموره في دنياه وآخرته والتي تسعى به إلى صلاح القلب وراحة البال وهناءت العيش وحسن الحال بما يضمن له طيب الحياة وزوال الهموم والكدورات فجاء التأكيد من قبل الشريعة السمحاء على تقوية هذا الجانب الروحي المهم في الإنسان ليرتفع به من حضير النفس البهيمية إلى ذروة المجد والمراتب الكمالية نلمسه جليا في الآيات الشريفة وفي تراث أهل البيت عليهم السلام ومنهم ما جاء عن الإمام الكاظم عليه السلام نذكر نماذج من ما روي عن الإمام في هذا الشأن مثلا في فضل الدعاء عن أبي الحسن عليه السلام قال عليكم بالدعاء فإن الدعاء والطلب إلى الله عز وجل يرد البلاء وقد قدر وقضي فلم يبق إلا أنضاؤه فإنه إذا دع الله وسأله صرف البلاء صرفا أو صرف البلاء صرفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نعتذر منك سماحة السيد حيدر ويتويت على هذا لأنها عشرون دقيقة وعشرون ثانية بالضبط فالتزامك بالوقت شكرا لك بقي لدينا خمس دقائق فقط أحسنتم السيد والشيخ والشيخ ثلاثة على أشكر الأخ على هذا العمل وأضيف نموذج وعند نماذج لكن أضيف هذا النموذج الإمام الكاظم سلام الله عليه في زمانه طبعا أنا طبيب درجته ست سنوات في كلية طب بغداد جامعة بغداد وبالتالي أنا أستند إلى معلومات أساسية في زمن الإمام الكاظم عليه السلام صار موت بالسكتة بسبب الصواعق فإجي واحد للإمام الكاظم عليه السلام قال ما هو التكليف؟ قال هؤلاء يجب أن يؤخروا ثلاثة أيام قال إذن دفنوا وهم أحياء؟ قال نعم دفنوا وهم أحياء هذه القضية الإمام الكاظم سبق الطب العالمي اليوم ألف سنة أكثر من ألف سنة حينما شاعت ظاهرة كلينيكال ديث الموت السريري يخلون السماعة السماعة ما تكتشف النبض بينما هو القلب يعني بالتخطيط القلب تكتشف في ذلك فتأسس الجمعيات في الغرب تستلم الميت المشتبه به إلى أن يجيف تدفنه قامت تعلن أنه إحنا أنقذنا بعض الجمعيات أنقذنا مئة شخص فصار رعب فبالتالي اجتمع الأطباء في سويسرا في مدينة لاهاي وقالوا قرروا ما يلي أولا كل ميت بالسكتة يجب تأخيره ثلاثة أيام اثنين يجب أخذ تخطيط القلب له سبحان الله يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه يعني قدم في فتواه شيئا عجيبا واقعا وأمثال هذا كثير أدعو الدكتور أن يواصل عمله ويتصل به من أجل أن أوصل شيء أنا هذا البحث نشرته في مجلة أخبار الكلية الطبية أنا ما عندي الآن نسخة منه ولكن في مجلة الكلية الطبية موجودة وأكون شاكر لمن حصل لنسخة في ذلك بهذا المقدار أكتب أحسنتم سمعت السيد حقيقة لتكون يعني سمعت الشيخ أمار لتكون من نتائج هذا المؤتمر أيضا السيدان الجليلان سيشرعان لنا بنتاج جديد اسمه طب الإمام الكاظم إن شاء الله من أشاره ومن نظر إن شاء الله سنجده إن شاء الله بكتاب المطبوع في العام المقبل دقيقة واحدة سمعت الشيخ وللمداخل الآخر أيضا دقيقة واحدة سمعت الشيخ وبعدين حضرتك شكرا للباحث العزيز أنا أقترح هناك بعض الموضوعات تقتضي أن تكتب بأقلام مشتركة تحتاج إلى تخصصات يعني هذه الروايات من الناحية الرجالية ومن الناحية الشرعية ينبغي أن تخضع تحت المجهر ومن ناحية أخرى تخضع تحت المجهر التخصصي إذا ارتبطت بالبيئة أو ارتبطت بالبدن والطيب وأمثال ذلك هذا يحتاج إلى الدمج بين تخصصين أو أكثر حتى يؤطى مدلول ومغزى هذه الرواية حقها قد الوسع شكرا والطبيب والباحث إن شاء الله متوفرا تفضل سماحة الشيخ البحث الحفاظ على البيئة وصحة الأبدان البيئة يعني الأنصر المادي وصحة الأبدان الأنصر البشر فلماذا قدمتم الأنصر المادي على الأنصر البشري؟ هذا سؤالي السؤال الثاني بحثكم يفتقد إلى المصادر شكرا جزيلا أنا أجيب نيابة عن الباحث حقيقة هناك الآن تسمية الدقيقة الآن العلمية وزارة الصحة والبيئة شكرا جزيلا أنا في ختام واعتذر عن سماحة السيد